كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مستشفى صاملوت المركزي والذي يقدم خدمة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وأكد مدبولي الحرص على متابعة تنفيذ المشروعات ذات الصلاة بتطوير وتحسين جودة الخدمات الطبية لكونها تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة مع إلى اهتمام خاص بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا ولفت رئيس الوزراء إلى أن زيرة هذا الصرح الطبي تستهدف أيضا التعرف على الخدمة المقدمة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تعزز اهتمام الدولة ببناء الإنسان وتحقيق التلمية المستدامة بكافة أبعادها وأكد محافظ ألمنيا أن المحافظة شهدت حتى الآن في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان تقديم نحو مليون خدمة في مجالات متنوعة على رأسها الرعاية الصحية والخدمات العلاجية والقوافل والتطعيمات والمبادرات الرئاسية المختلفة ترجمة نانسي قنقر